اشهد الفريق الركنسوم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالنجاح الباهر الذي حققه الانتاج التلفزيوني البحريني الضخم والأول من نوعه في الوطن العربي جدها والذي بدأ عرضه رسميا على منصة شاهد يوم الجمعة الماضي ليعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من تألق وابداع جاء ذلك لدى استقبال سموه بحضور العقيد الركنسوم الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاص فريق العمل والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وهم علي سجاد حسين ضيف رقم 178 صاحب المركز الأول وخالد وليد عيسى رقم 95 صاحب المركز الثاني وخليفة سيف الدوسري رقم 330 صاحب المركز الثالث أكد الفريق الركنسوم الشيخ ناصر بن حمد أن شباب البحرين مع دهنه ذهب وهو دائما ما يثبت جدالته ويعشق التمييز والإبداع والابتكار وقد جسدت تلك الصفات في برنامج جدها الذي أنتج بسواعد وطنية وبصبغة عالمية بعدما عكس روح التحدي وقوة العزيمة والإرادة التي يتحلى بها البحريني بشكل عام والعسكري البحريني بشكل خاص أضاف سموه أننا سعداء بهذا الانتاج الإعلامي الرائع الذي قدم صورة إيجابية عن مملكة البحرين وأبنائها ونحن بحاجة للمزيد من هذه البرامج التي تروج لمملكتنا الغالية وتجسد ما يتميز به أبناؤها من عزيمة وقوة لمواجهة مختلف التحديات وتقديم التضحيات من أجل الوطن ونفخر بهذا الانتاج الإعلامي الذي تميز بمستواه الفني على مستوى الإخراج والمنتاج والتصوير والاهتمام بأدق التفاصيل التي أثارت الإعجاب أثنى الفريق الرقون سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستوى الاحترافي للمدربين والكفاءة العالية التي أظهروها في توجيه وتدريب المشاركين بمختلف التحديات العسكرية يكون شريكا أساسيا في نجاح البرنامج وشهد سموه بكفاءة المشاركين وبالأخص ممن تأهلوا للمراحل النهائية وباركة للفائزين بالمراكز الأولى وأثنى على مشاركتهم المتميزة التي جسدت ما يتمتع به شباب الوطن من صلابة وقوة لتخطي كافة التحديات وعبر عن أمله في استمرارهم ليكونوا خير سفراء للوطن مستقبلا متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في الختام تشرف السيد أحمد الشيخ مشرف ومخرج البرنامج بتقديم هدية تذكارية للفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تقديرا وعرفانا بدور سموهما في إطلاق ودعم البرنامج اشتركوا في القناة 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 اللي شفنا الناس اليوم لامسته عن حياة العسكري عن اللي مر فيه العسكرية عشان انه هو فعلا يستحق يكون جزء من هذه المنظومة وجزء من هذه العائلة اللي احنا فيها هذه الوحدة قدمت ابطال وقدمت هداء مروا في اللي انتم مريتوا فيه جزء بسيط من اللي انتم مريتوا فيه احنا سحبنا الامور العسكرية والتعبية العسكرية والتكتكات العسكرية وخلينا فقط الجهد البدني والجهد النفسي اللي مرون فيه عشان انتم شخصيا تمرون في هذه التجربة اولا وما في شك انها هي بتصير تغير عندك امور كثيرة في حياتك ترسم عندك امور كثيرة في حياتك تخليك فعلا تقدر امور كثيرة وتقدر نفسك قبل كل شيء وثانيا ان الناس المشاهدين لما يشوفونكم وتتمرون في هذه المتاعب وتمرون في هذه المراحل يقدرونكم يحترمونكم شخصيا وفي نفس الوقت يحترمون ويقدرون حياة العسكري بكرة لما يشوفونها في المؤسسات ولا يشوفونها في الشارع ولا يشوفونها يتمشى ولا واحد من اهلهم ولا واحد من ربعهم لان العسكري ترى قليل الكلام ونتمنى ان شاء الله ان احنا نواصل هذا الجهد ونواصل ان شاء الله النسخة الاخرى وغيرها ان شاء الله نشوف بعد ابطال قادمين ومقدمين ومقبلين على هذه التحديات اشتركوا في القناة